مضمار واسع وممهد وعلى جانبيه يجلس الجمهور مترقبا لانطلاق الحدث هكذا يبدو المشهد في مدينة تريم بمحافظة حضرموت 75 جملا يشاركون في السباق السنوي الثاني تحت شعار كلنا أبناء مدينة واحدة الذي ياتي برعاية محافظ محافظة حضرموت اللوى فرج البحسني وبتمويل من مؤسسة بن كردوس للتنمية وبتعاون من اللجنة المنظمة لسباق الهجن الثاني نظور الجماهير دليل على نجاح هذا السباق ونتمنى إن شاء الله الاستهمرار واحتمام الدولة وزارة الشباب الرياضة على مدار يومين تنافس المتسابقون على المركز الأول في هذا السباق المثير حيث شهد اليوم الأخير توزيع المتأهلين إلى 6 مجموعات بواقع 12 متسابقا لكل مجموعة يتأهل منها إلى الدور النهائي بطل كل مجموعة السباق سباقي رغم أن الإمكانيات والمساحة ما تساعد على الجاري الركاب بشدة ولكن الحمد لله في توفيق وفي نشاط وفي تنظيم أكثر كالعادة يحظى السباق بحضور جماهيري لافت يؤكد عشق أبناء حضر موت لهواية تربية الجمال ومدر ارتباطهم بها منذ زمن بعيد كما يعد هذا السباق هو الفريد من نوعه الذي يقام على مستوى الجمهورية توجى بالمركز الأول الجمل الملقب بالهمر لمالكه محمد جمال والمتسابق محسن محفوظ حصل على جائزة دراجة نارية ومبلغ مالي ودرع تذكاري ووشاح السباق بينما حصل الحائز على المركز الثاني والثالث على جوائز نقدية نشكر المنظمين السباق بن كردوس ونحمد ربنا على اليازة الكبرى من جاء الله في السنة الياء يكون أكثر أكثر من هذه اليواد إن شاء الله من المتوقع أن يستمر مهرجان سباق الهجن بمدينة تريم للأعوام القادمة إضافة لتحسين جوائز الفائزين بالمراكز الأولى نظرا للارتياح الشعبي الكبير للمهرجان الذي لاقى استحسان الحاضرين هكذا أصبح المكان خاليا بعد دورة سباق جماهيرية حافلة بالإثارة لكن مع موعد آخر ربما في الأيام أو الأشهر القادمة حدد مسعد قناة بلغيس حضر موعد اشتركوا في القناة